للزوار أنه هما يقوموا برحلات بالقوارب والسباحة والاسترخاء على الشواطئ بالإضافة لده بتضم من منطقة العديد من القرى الصغيرة الجذابة زي سانت والف جانج اللي بتشتهر بفندقها التاريخي بتعتبر حضيقة جبال القلب الوطنية واحدة من أكبر المحميات الطبيعية في أوروبا بتقع في قلب جبال القلب بتمتد على مساحة تزيد عن 1800 كم مربع بتضم مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية بما في ذلك الجبال الشاهقة الأنهار الجليدية الوديان العميقة بتوفر الحضيقة العديد من الأنشطة الخارجية زي المشي المسافات طويلة ركوب الدرجات الجبالية وتسلق الجبال كمان هي موطن لمجموعة متنوعة من الحيوانات البرية زي النصور الذهبية والوعول يقع مضحف كونثيفستوريتش في فيينا وهو واحد من أهم المتاحف الفنية في العالم بيحتوي المضحف على مجموعات فنية هائلة بالإضافة أنه بيضم مجموعات من الفن المصري اليوناني والروماني الأدين المبنى نفسه بيعد تحفة معمرية بيعكس الطراز الكلاسيكي الجديد بأرواع صوره التزلق النمسا معروفة بمنتجات تزلق الفخيرة زي كينت زوبوهيل وسانت أنتون زيارة المتاحف والأصور زي مضحف التاريخ الطبيعي في فيينا الأنشطة الخارجية زي المشي المسافات الطويلة في جبال القلب وركوب الدرجات في الممرات الطبيعية رحلات القوارب في بحيرات النمسا الجميلة زي بحيرة وولف جانج وبحيرة هالستات التصوق خاصة في فيينا أنت ممكن تحصل على أشهر المركات العالمية والمحلية نصيحنا للسفر للنمسا النمسا بتتمتع بنظام نقل عام متطور وفعال يشمل قطرات حافلات مترو تعتبر من أفضل الشبكات في أوروبا التزاكر للنقل ممكن شراءها من المحطات أو عبر الإنترنت بتتوفر خيارات متعددة زي تزاكر اليوم الواحد تزاكر المدينة السياحية اللي بتوفر تغفضات على وسائل النقل والمعالم السياحية طقس النمسا بيتغير بشكل كبير بين الفصول في الشتاء درجات الحرارة ممكن تنخفض بشدة خاصة في المناطق الجبالية عشان كده ينصح بارتداء ملابس دافئة ومتعددة الطبقات أما في الصيف بيكون الطقس معتدل ولأنه بيكون هناك موجات حر عشان كده بيفضل ارتداء ملابس خفيفة وواقل الشمس اللغة الرسمية في النمسا هي الألمانية لكن اللغة الإنجليزية مفهومة عن نطاق واسع خاصة في المناطق السياحية والفنادق من المفيد أنك تتعلم بعض العبارات الأساسية باللغة الألمانية عشان تسهل التواصل مع السكان المحلية كلمات زي هالو اللي هي مرحبة دانكي اللي هي شكرة بيتي من فضلك وهي بعض الكلمات التانية اللي ممكن تخلي الدنيا أسهل عليك في التعامل العملة الرسمية في النمسا هي اليورو الدفع بالبطاقات البنكية منتشر ومقبول في معظم النمسا في معظم الأماكن لكن ينصح دائما بحمل بعض النقود النقضية عشان نستخدمها في الأماكن الصغيرة أو في البزارات في عديد من أجهزة الصراف الآلي المتاحة في المدن الكبرى إنك تدي بقشيش دي ممارسة شائعة في النمسا خاصة في المطاعم وفي المقاهي النسبة المعتادة للبقشيش بتتروح من خمسة لعشة في المية من الفاتورة كمان ممكن تسيب بقشيش على الطاولة أو تدي مباشرة للنادل النمسا تعتبر واحدة من أكثر البلدان أماناً في العالم لكن من المهم جداً اتخاذ احتياطات السلامة المعتادة زي الحفاظ على المقتنيات الشخصية في أماكن أمينة وتجنب الأماكن غير المأهولة خاصة ليلاً المطاعم في النمسا بتقدم مجموعة متنوعة من الأطعام التقليدية والعالمية من مهم تجربة الأطباء المحلية زي التشنادزل وفطيرة التفاح مياه الصنبور في النمسا آمنة للشرب تعتبر من أنقل مياه في أوروبا عند زيارة المناطق الطبيعية زي جبال القلب أو البحيرات يجب اتباع القواعد المحلية للحفاظ على البيئة زي عدم طرق القمامة واحترام الحياة البرية بينصح باستخدام وسائل النقل العامة بتعتمد ميزانية الرحلة في النمسا على عدة عوامل زي مدة الإقامة، نمط الصفر، المواسم السياحية بشكل عام يمكن تقدير الميزانية اليومية كالآتي الإقامة من 70 إلى 150 يورو للليلة في فندق متوسط الطعام من 30 إلى 50 يورو يوميا للشخص الواحد في المطاعم المتوسطة النقل حوالي 10 إلى 20 يورو يوميا للتنقلات المحلية باستخدام وسائل النقل العام الأنشطة تذاكر الدخول للمعالم السياحية تتراوح ما بين 10 إلى 25 يورو بكده نبقى وصلنا لآخر محطة في رحلتنا للنمسا وآخر فكرتنا من بدل سفر إن شاء الله تكونوا اتبسطوا معنا ونشوفكم في فقرات تانية كتير جاية معاكم في محطات كتير إن شاء الله من اختار باستخدام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر